اشتركوا في القناة طريقة الحصول على هذا الدبلوم بدون احتكار بطبيعة الحال الدبلوم فتمنه تقريبا يصل الى 90 دولار تقريبا 800 درام مغربية ويمكنك الحصول على الدبلوم الذي يضاهي دراسة 6 اشهر اذا حصلت على الدبلوم فانك درست 6 اشهر بطبيعة الحال في المجال الذي تتخصص فيه يمكنك الحصول على الدبلوم في المونتاج في البرمجة في الحماية في كذلك في التصميم في كوميرس يعني في اي مجال محدود في مجال التقنية بطبيعة الحال والمعلوماتي بطبيعة الحال اخي الكريم فالدبلوم صراحة معطرف بدوليا دبلوم بروفيسيونيل رائع للغاية يمكنك اضافته الى السيفي الخاص يكون تمتع بطبيعة الحال بدفع السيفي الى الشركات وطلب يعني العمل معاتي الشركات فان كنت مثلا كيعني تشتغل مثلا في النات مثلا في البرمجة او في الحماية او في اي مجال اما يكون لك دبلوم فانت مثلا كأنك لا تسوي اي شيء رغم ان التجربة هي كل شيء ولكن هذه الشركات تتحدث معك بالديبلوم ان كان لك دبلوم فتحدث معي اما يكون لك دبلوم رغم انك لك تجربة احسن من الذي يملك الدبلوم ولكن لن تشتغل مع هذه الشركة وبالتالي هنا ينفع دبلوم خصوصا ان هذا دبلوم فهو احترافي بطبيعة خلقة اكترت من كلمة دبلوم ولكن هاته حلقة اليوم ببساطة حصلت على دبلوم وانت كذلك ستحصل عليه ان شاء الله طريقة الحصول على دبلوم يمكنك مراسلتي عبر الامايل الذي يضع لك الان في الشاشة او كذلك الامايل الذي ستجده في وان شاء الله سأريك التفاصيل كاملتا لطريقة الحصول على الدبلوم الامر الرائع 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 للغاية وسأقل الرائع للغاية لانني صراحة أعجبت بياض الامر من هذه الشركة انها اذا لم تنجح في اشتياز الامتحان الامول تعود لك. يعني ببسطة انا متلا اريد اجتياز امتحان في المونتاج اذا يعني قمت بعمل اج فالامتحان. لم انجح في الامتحان ستعود للثمان فiat دريم او تسعين دولار. يمكنك اجتياز الامتحان في المغريب خارج المغريب في اي دولة. كيف ما كانت هذه الدولة بطبعة الحالية. يتم ارسال لك يعني الفلّام الخاص بك في وراء النجاح. اذا نجحت فالاموال تذهب الى الشركة لم تنجح ستساعد الاموال الى الشركة بطبيعة الحل والدفع يكون في الاول تدفع قبل اجتياز الامتحان بطبيعة الحل. وانا اضمن لك هاتي الشركة لانها صراحة رائعة بطبيعة الحل. واتمنى كلكم ان تحصلوا على بطبيعة الحل. اتمنى انصوا من قلب ان هذه حلقة قد راقت لكم وافزتكم. دائما لا تنسوا لايك صفحتنا على فيسبوك. سبسكرايب في قناتنا على اليوتيوب. والانضمام الى مدونتين عبر رابط 3W.PRISMA.com لا تنسوا ان الايميل في اسفل الفيديو. ولا تنسوا ان تباركوا لي في التعليقات. اراكم ان شاء الله في موات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريزما قناة تقنية عربية تهتم بكل ما هو جديد وحصري في عالم المعلوميات. مؤسسها رشيد ايدوشبرغ. وهدفها ان نهضب الشأن التقني بالويب العربي. اشترك بقناة بريزما وكن اول من يتوصل بالجديد. اشتركوا في القناة